الحاكم وابنة المزارع حكاية من التراث الألماني كان يا مكان في قديم الزمان وفي إحدى قرى ألمانيا عاش رجل فقير وابنته وقد قاما بتقديم عريضة إلى الحاكم يطلبان فيها قطعة من الأرض فأعطاهم الحاكم قطعة أرض سخرية ما هذا؟ إنها صخرة كبيرة جدا هيا إنه عمل متعب انظري ما هذا؟ لو لم يمنحنا الحاكم والطيب هذه الأرض لما أعثرنا على هذا الهاون الذهبي هيا نهديه إلى الحاكم لكننا إذا فعلنا ذلك يا أبي سيعتقد الحاكم بأننا قد أرسلنا له الهاون واحتفظنا لأنفسنا بالمدقة دعنا نبحث عن المدقة أولا كلا كلا أنت مخطئة يجب أن نهديها له نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه؟ لقد وجدت هذا الهاون الذهبي في ارضي ارجو ان تقبله هدية مني ايه؟ اذا ماذا تفعل هنا؟ ايه؟ 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 الم تجد شيئا اخر؟ اهذا كل ما وجدت؟ لم اجد غير الهاون ما فائدة الهاون بدون مدقة؟ مولاي هذا كل ما وجدت انت تكذب؟ اذهب واخضر المدقة في الحال ولكن يا مولاي كيف اجدها؟ اخبرني ماذا افعل بهاون ليس له مدقة؟ اتسخر مني؟ سوف امر بحبسك شك وهكذا امر الحاكم بحبس المزارع المسكين اه هذا جزاء المحروف كان يجب ان استمع لابنتي لم اكن اعتقد بانها بهذا الذكاء لا يريد ان يأكل الخبز ويقول انه كان عليه الاستماع لابنته الذكية حسنا احضر ابنته سوف نرى ان كانت ذكية ام لا سوف نرى مولاي ارجوك اوه يا لها من فتاة جميلة هيا دعي دعي ارجوك يا مولاي اتوسل الي حسنا انا موافق شريطة ان اقتبر ذكاءك اولا فاذا نجحت اطلقت صراحة ابيك وتزوجتك من انا؟ غير معقول سمعت مى انك فتاة ذكي فإن استطاعت حلا لغت تزوجتك ما رأيك؟ فهمت قصدك أوه وجدتها نعم وجدتها هل تستطيعين المجيئ إلي بدون ملابس شريطة ألا تكوني عارية ودون أن تركبي جواداً أو حرمة وأن لا تسيرين في الشارع أو تخرجين منه أيضاً ما رأيكي بهذا اللغز؟ إنها صعبة سأحاول أرجوك أن تنتظر ها هي قادمة لقد لفت جسمها بالحبال فهي ليست عارية لكنها ليست عارية لم تركب جواداً أو عربة ولم تمشي بالشارع ولم تخرج عنه فقد مشت على الحافة الفاصلة بين الشارع والحقول موسيقى كلا كلا إنه يرقد تحت بقرتي إنه لي يا سيدي لماذا هذا الجدال اسمع يا سيدي لقد أنجب جوادي العزيز هذا المهر الجميل لكن المهر يرقد تحت بقرتي فهو لي دون شك يا مولاي حسنا سوف أصدر حكمي إذا رقد المهر تحت البقرة فهو يخصها فالصغار تعود دائما إلى دويها هذا غير صحيح إنه لي أرجوك أن تساعديني أنا بحاجة إليكي أرجوكي سوف أساعدك ولكن لا تخبر أحدا أبدا هل تفهم؟ أعيدك بذلك حسنا استمع إلي أيها الصبي ماذا تفعل هل جننت؟ أخبرني هيا إنني أقوم باستياد السمك يا سيدي وكيف تستاد السمك في الشارع؟ اذهب إلى النهر إذا البقرة قادرة على أن تلد مهرا فأنا أستطيع استياد السمك في الشارع فكرة من هذه إنها ليست فكرتك هيا أخبرني من أوحلك بها هيا بسرعة كلا لقد فكرت فيها بنفسي مستحيل هذا لا يمكن كنت طوال ليلتي أمس أفكر بالأمر يا سيدي لا تكذب أيها الصبي سوف تندم إن لم تقل الحقيقة حسنا حسنا سوف أخبرك إنها السيدة كلا كيف تجعلينه يسخر مني هكذا؟ اذهبي في الحال لا تلبثي معي أبدا هيا اختاري الشيء الوحيد الذي تعتزين به من القصر ارحلي حسنا ولكن لنحتفل قبل أن نفترق عصير اللذيذ أشعر بالنعاس نعم اشعر بالنعاس أين أنا؟ كيف جئت هنا؟ استيقظت يا عزيزي ماذا تقولين؟ سيدي لقد سمحت لي بأخذ أعز الأشياء إلى نفسي من القصر لذا اخترتك أنت يا مولاي لأنك أهم شيء في القصر ها سيدي يا لي получилось ها سيدي ها سيدي فطن الحاكم لحماقته واعتدلت تصرفاته فأصبح حاكما طيبا فاضلا والفضل يعود في ذلك لزوجته الذكية